مشروع بلون فيولت 1935 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اجتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات مشروع بلون فيولت 1935 ميلادي في عام 1931 ميلادي وضع موريس فيولت تتابع الشهير هل ستعيش الجزائر حيث وضع فيه بعض الأفطار السياسية الإصلاحية من وجهة نظر فرنسية ثم حول هذه الأفطار إلى مشروع وقدمه إلى مجلس النواب الفرنسي عام 1935 ميلادي ولكن النواب رفضه ورفضه أيضا المستوطنون في الجزائر لأنهم لا يرغبون في تغيير الأوضاع في الجزائر بتاتا بينما رحب به دعاة الإدمات في الجزائر واعتبره خطوة إيجابية لتحقيق طموحاتهم السياسية وخاصة أنه نص على عدة نقاط هم على حد تعبيرهم فمنها منح الجنسية الفرنسية لبعض الفئات المدنية والعسكرية من الجزائرين ومنحهم بعض الحريات بصورة تدريجية أما نجم شمال إفريقيا فقط عارضهم معارضة مطلطة لأنه يتناقض تماما مع مبادئه الثورية الاستقلالية وبهذا الخصوص صرح مصر الحاج بأنه لا يمكن لسياسة الإدماج أن تتحطر فأي مرفوضة عقلا وعدالة وتاريخيا والحل الواحد هو تحرير شمال إفريقيا تحريرا تاملا إننا صراحة بأننا نرغب ونأمل في رؤية هذا التحرير يتحطط بالمساعدة الفعلية لفرنسا مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشترطة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد